إدارة نادي الزمالك قرر تجديد عقد شكبالة قرر تجديد عقد شكبالة لمدة موسم شكبالة عقده ينتقى بنهاية الموسم الحالي وهيجدده لعقد الموسم آخر ومسؤوله نادي الزمالك رفضه تماما تماما فكرة اعتزال للعب بنهاية الموسم وتمسكه وببقاءه مع الفريق راجل بيتقالك جدا للفترة اللي فاتت بيلعب دور القيادي بشكل رائع جدا في خرفة الملابس وبالتالي طبيعي ومنطقي وحلو لقرة القدم إن شكبالة يكمل موسم آخر معناها دي الزمالك حلو لقرة القدم ايوة مش ببالغ يعني حلو لقرة القدم إنه اللعيبة الموهوبة اللي زي شكبالة تفضل تكمل لأقصى وقت ممكن لأقصى وقت ممكن موهبة فزة يعني موهبة مش طبيعية يعني شكبالة من أفضل 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 الموهبة اللي شفتها في حياتي يعني في كرة القدم المصري تقدرش تختلف على ده على فكرة انت ممكن مثلا إيه تنتقد شكبالة على مواقف عملها تنتقد شكبالة انه اثر في بعض الاوقات في مشواره تقول زي ما تقول تقول زي ما تقول وممكن دي بقى كلامك كله منطقي ماشي بس عمرة كنت بتقولي الكلام ده ما تختلف ان شكبالة موهبة مش طبيعية منفعش منفعش ابدا لا باستثنائي بكل المقاييس يعني طيب مصدر في نادي الزمالك كشف ان قرار الادارة بشأن التجديد للعابين اللي هتنتهي عقدهم مع الفريق بنهاية الموسم الجاري هيبقى فيها محمود علاء ومحمد عواد ومحمد عبدالغاني وشكبالة وأوباما مصدر قال لرقم عشر ان الادارة قرارت تأجيل اجتماع مع اي لعب لمناقشة ملف التجديد لحين فترة التوقف اللي هتكون في يناير اللي جاي ان شاء الله وتحديدا بعد كأس أو خلال كأس الأمم الأفريقية وإدارة الزمالك شايفة انه مش عايزين شتت اللاعبين في الوقت الحالي وعايزينهم يركزوا في المباريات القادمة لنادي الزمالك منطقي منطقي جدا في خبر كمان مهم إدارة نادي الزمالك بتدرس عودة سيف جعفر في يناير اللي جاي حال تم انهاء أزمة القيد رغم تنادي الزمالك هشتبقى عارف برضو في عودة سيف جعفر انه ما بيشاركش دلوقتي مع بيرامدز بسبب وجود العديد من اللاعبين في وسط ملعب الفريق وهم شايفين انه الفريق الزمالك محتاجه في الفترة القادمة ده الخبر يعني هتسألني على الرأي هقولك سيف جعفر مشي من الزمالك برغبته يعني بس ببساطة يعني يرجع بقى مايرجعش إضاءة نادي الزمالك أكيد عارفة الأصلحة طيب